بمجرد بنذكر اسم سيدنا يونس عليه السلام بنسأل نفسنا ازاي ادر ينجو من بطن الحود ويطر ايه السبب وراء الابتلاء العظيم ده النهاردة هنتكلم عن قصة سيدنا يونس عليه السلام اهلا بكم في قناة حكاية اثر هو يونس ابن متة ويعود نسبه لسيدنا سليمان عليه السلام وبيرجع اصل نسبه الى بن يمين اخ سيدنا يوسف عليه السلام ذكر ابن الاثير في مؤلفته الكامل ان متة هو اسم امه ووضح ان لم ينسب احد من الانبياء الى امه سوى سيدنا يونس ابن متة عليه السلام وسيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ولكن ذكر بعض اهل العلم ان الرأي الاقرب للصواب ان متة هو اسم ابوه ارسل الله سبحانه وتعالى سيدنا يونس عليه السلام الى قوم يعبدون الاصنام ولا يؤمنون بوجود الله عز وجل ويذكر انه ارسل الى قوم نينوى وهي منطقة في شمال العرق كان اهلها يشركون بعبادة الله عز وجل ويسجدون الاصنام من دون الله ويقال ان سيدنا يونس ظل يدعو قومه لمدة حوالي 33 سنة يحاول معاهم ويدعوهم لعبادة الله الواحد وترك عبادة الاصنام التي لن تنفعهم او تدرهم الا انهم تكبروا ورفضوا وظلوا يعبدون الاصنام من دون الله عز وجل وده كان سبب من الاسباب اللي خلت سيدنا يونس عليه السلام يخرج من المدينة ويترك قومها بعد ان اصبته مشاعر الاحباط وبيذكر اهل العلم ان من اسباب خروجه هو رفض اهل المدينة لعبادة الله وتمسكهم بعبادة الاصنام واسرارهم على الكفر وغضبوا الشديد من حاكم البلاد لعدم مساعدته او مسندته وتركهم لعامة القوم يتعاملون معهم وقبل ما يخرج سيدنا يونس عليه السلام اخبر قومه انهم لو ما امنوش بربنا هيبتليهم بعذاب شديد بعد ثلاث ايام وبعدها خرج غاضب بدون امر من الله واللي بتعتبر مخالفة جديدة لان الله سبحانه وتعالى لم يأمره بالخروج وطرق قومه فابتله الله بقرب وبلاء شديد اذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم ثم ذهب سيدنا يونس عليه السلام بعدها إلى شاطئ البحر فوجد سفينة عليها قوم استأزن في الرقوب معه وفي أثناء الرحلة يشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي رياح شديدة وهاج البحر وبيذكر أهل العلم أن يونس عليه السلام قد قال أن سبب هذا البلاء أن بينكم عبدا ابتعد عن طريق الله واهتدى أهل السفينة إلى أنهم هيتخلصوا من الشخص ده عن طريق القرعة والشخص اللي هيتطلع هو اللي هيترمي في البحر عشان يخف وزن السفينة فتقدر أنها تتحرك وفي كل مرة كان أهل السفينة بيعملوا القرعة كان بيطلع اسم سيدنا يونس عليه السلام إلا أنهم رأوا فيه الخير فرفضوا يرموه ويقال أنهم عملوا القرعة ثلاث مرات في كل مرة كان بيطلع اسم سيدنا يونس عليه السلام وبعدها يكرر سيدنا يونس عليه السلام أن يلقي نفسه في البحر وفي ظل هياج البحر يلتقمه الحوت ومن رحمة ربنا بسيدنا يونس عليه السلام واللي بتعتبر واحدة من معجزاته أن يلتقمه الحوت بأمر من الله دون أن يقطع له لحما أو يهشم له عظما ويظل سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت بين الظلمات الثلاثة ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وهو يسمع تسبيح دواب البحر لله إلا أنه ظل يدعو لله ويسبح ويقول له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويذكر أهل العلم أن لولة تسبيح سيدنا يونس عليه السلام لله لمكث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون ويقال أنه مكث في بطن الحوت لتلت ليالي والبعض ذكر أربعة وربما أكثر من ذلك وفي نفس الوقت يشاء الله سبحانه وتعالى أن التلت أيام اللي وعدهم بها سيدنا يونس إنها هتنقضي وهيلاء عذاب شديد تنتهي ويبدأ عذاب الله عز وجل وتتقاثر السحب السوداء وتتغير ظروف المدينة وسودة سطحة إلا أنهم أدركوا أن العذاب بدأ فبدأوا في عبادة الله والتوبة والدعاء له وترقوا عبادة الأصنام فقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم بعد أن آمنوا به ورفع عنهم ذلك العذاب الشديد وفي الوقت ده أمر الله سبحانه وتعالى الحوت أن يلك سيدنا يونس عليه السلام على شاطئ البحر ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنبيه يونس أن لحظة خروجه من جسم الحوت كان جسمه مصاب بالضعف والهزل الشديد ولو تعرض للشمس أو الزباب والحشرات ربما يتعرض للهلاك فيأمر الله أن تنبت شجرة اليقتين ليستظل بذلها وبيذكر أهل العلم أن شجرة اليقتين بتمتاز بأن لها أوراق طرد الحشرات ووراقها بيمتاز بحجب لأشعة الشمس وثمرها يمكن أن تؤكل ناية ويسخر الله سبحانه وتعالى له الرواية وهي أنثى البعول لكي يتغذى على لبنها وكانت طرعا في البرية وتأتيه بكرة وعشية ليستفيد من لبنها وأنعم الله عليه برحمته حتى نجد ثم عاد يونس عليه السلام إلى قومه بعدها فوجدهم مؤمنين ليبدأ في تعليمهم أمور دينهم وكيفية عبادة الله الواحد ونستفيد من قصة سيدنا يونس عليه السلام أن التسبيح لله عز وجل والاستغفار يجعلنا نتخلص من أي قرب عظيم وينجينا من الشدائد دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته